لخص كلمات المتحدثين النهاردة اللي لو لخصناها في جملة واحدة هتبقى هي أنه كل الأطراف النهاردة بتدعو إلى العودة للمصار التفاوضي وأن الحوار هو أساس الوصول إلى حل وأنه يجب الوصول إلى حل طيب الحل ده اللي هو إيه؟ اللي هو أنه يتم الوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يضمن حقوق الأطراف الثلاثة وهنا مصر والسودان في كلمة وزيرة الخارجية اليوم أكدها على الاهتمام بالتنمية في إثيوبيا واحترام حق الشعب الإثيوبي في التنمية وأنه محتاجين كهرباء ومحتاجين تنمية أكتر وهو التفاهم الكامل لهذا الأمر وليس كما ادعى وزير الغير إثيوبي النهاردة بأنه مصر والسودان يعني بيعارضوا سد النهضة ده كلام غير حقيقة على الإطلاق كذب كذب واضح لأنه مصر والسودان مش ضد سد النهضة إنما ضد الموقف الأحادي والإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي وضد عدم صياغة اتفاق قانوني وعادل وملزم يضمن حقوق جميع الأطراف وتاني هرجع وأؤكد وأشير مرة أخرى للرسالة الواضحة من وزير الخارجية اليوم في كلمته بأنه لو لم يتم الوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم ويتم التوقيع عليه من الأطراف الثلاثة يضمن حقوق مصر والسودان كما يضمن حق إثيوبيا في التنمية فمصر هتتخذ كل ما يمكن أن تتخذه من أجل أن تحفظ حقها في الحياة طيب ده كان الموضوع الرئيسي والشاغل الرئيسي لنا كلنا ويمكن النهاردة أغلبنا إن لم يكن كلنا كنا بنتابع جلسة مجلس الأمن وكأنها مباراة للمنتخب المصري وهي فعلا مباراة مباراة الهدف منها مش أن طرف يحقق مكسب على حساب الطرف الآخر المباراة النهاردة الغرض منها أن نطلع متعدلين أن الأطراف الثلاثة يصل إلى صيغة توافقية واتفاق عادل وملزم لجميع الأطراف يحقق لإثيوبيا التنمية التي تبغاها ويحقق لمصر والسودان ضمان بأن التنمية دي وسد النهضة ده يبقى فيه تنصيق في عملية المال والتشغيل عشان لا يصيب السد أي ضرر لدولتي المصاب مصر والسودان ننتظر إن شاء الله برضو نتابع الأيام القادمة ما ستمخض من هذه الجلسة من تصريحات ومن مواقف ومن قرار يمكن يظهر خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعد ولو إنه يمكن السفير محمد حجازي أشاري لأنه هيعقد جلستين أو جلسة أخرى يمكن يوم 14 القادم عشان النهاردة كانت مجرد جلسة استماع والجلسة القادمة المفترض إن فيها يتم صياغة قرار حول ما تم الاستماع إليه النهاردة من جميع الأطراف ترجمة نانسي قنقر